ترجمة نانسي قنقر 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 بـ 24 تموز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبد الرحمن ويس كيف الجماهير ضغطت على اللاعب كان في إليه تأثير واضح وكبير على انضمام اللاعب للمنتخب السوري ما حدا أبدا ينكر أهمية وضغط وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية فكيف ضغط وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا الرياضية وعلى اللاعبين أيضا لأنه خلاص وسائل التواصل الاجتماعي صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية بجميع مجالات العمل وبجميع مفاصل الحياة فهلأ جماهين عم تعمل حملة تانية لدعم اللاعب بابلو صباق ايضا اللاعب ايهم اوسو من اجل الضغط على اللاعب واقناعه اكثر بالانضمام للمنتخب السوري طبعا الجمهور له دور بضم اللاعب اكيد العمل حيكون من الاتحاد العرب السوري لقرد القدم لاقناع اللاعب اكثر بالانضمام والعمل على موضوع الاوراق وانضمام اللاعبين بشكل رسمي وقانوني للمنتخب السوري والمشاركة بالمباريات الرسمية وبرجعه بقولك مرة تانية بدنا نشاهد اللاعبين يشاركوا بالمباريات الودية والرسمية يكون في عندهم فرصة من اجل اثبات ذاتهم مع المنتخب السوري ما بدنا نشاهد ابدا ان اللاعبين متواجدين على كرسي الاحتياط او يشاركوا باخر عشر دقائق من عمر اللقاء مع نهاية هذا الفيديو بتشكركم للوصول لهذه الدقيقة من الفيديو بتمنى منكم اصدقائي شاركونا رأيكم عن اخر تطورات والاخبار اللي بتخص منتخبنا السوري واكيد وهلأ بتطلب منكم لا تنسونا من اللايك حتى تصبحوا في ظهور هذا الفيديو لجميع المهتمين بيق محتوى من الفيديو حاض وتابعوا حساباتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستجرام والانضمام لمجموعاتنا الرسمية عبر تطبيق الواتس اوب بتلاقوا جميع الروابط اسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات وهلأ السلام عليكم اشتركوا في القناة